حاجة تانية وده مش غريب عن النادي الاهلي اكبر نادي عربي اكبر نادي افريقي اكيد لازم يشارك كل الاشقاء افرحهم في الحدث الكبير والنهاردة النادي الاهلي كان بيهني الاشقاء في السودان على الانجاز سقور الجديان بالتأهل الى كأس الامم الافريقية ومن خلال الصفحة الرسمية للنادي الاهلي على الفيسبوك قدامكم وهو حتى تهنئة النادي الاهلي وحرص الاهلي على تهنئة الشعب السوداني وجماهير الكرة السودانية والاتحاد السوداني على تأهل السودان إلى نهايات كأس الأمم الإفريقية في المغرب عشرين خمسة وعشرين طبعا السودان نجحت في التأهل عن جدارة واستحقاق وأطاحت بمنتخب عريق ومنتخب غانة خارج البطولة غانة لأول مرة من أكثر من عشرين سنة غايبة عن كأس الأمم الإفريقية ولكن تأهل السودان يستحق مننا كل التقدير والثناء لأن بالتأكيد تأهل في ظروف صعبة لعبه خارج الوطن لعبه في ليبيا لعبه في مدن تانية اللي عايبة بتلعب حتى الدوري في موريتانيا أجواء صعبة جدا على الكرة السودانية لكن أكيد لازم نبركلهم على هذا الإنجاز العظيم وبإذن الله إن شاء الله نشوف مشاركة إيجابية عربية لمصر وتونس والجزائر وجزر القمر والسودان وبإذن الله تكون مشاركة إيجابية جدا كمال للمغرب الدولة المستضيفة تنجح في تنظيم هذا المحفل الكبير اللي بالتأكيد هيجمع كل المنتخبات العربية في ديسمبر عشرين خمسة وعشرين